السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نتعمل مع المتغيرات باستعمال الـ Operators الـ Operators allow to achieve operations and define expressions يعني أن الـ Operator يمكن من تحقيق عمليات وإنشاء ما يسمى بـ Expression أي Expression يمكن تعريفها بصفة عامة بالطريقة هذه Expression تحتوي على Left Operant ثم Operator ثم Right Operant في الـ C++ هناك ثلاثة أنواع من الـ Operators Arithmetic, Relational, Logical في هذه الفيديو سنرى الـ Arithmetic Operators بالنسبة للـ Operator الأول Plus هذا الـ Operator سيقوم بإضافة قيمتين لو كان عندي متغير أول A يحتوي على القيمة 10 ومتغير ثاني B يحتوي على القيمة 20 عندما نفعل A plus B الكمبيوتر سيعطيني 30 الـ Minus هذا لحذف قيمة من قيمة أخرى B سالب A الكمبيوتر سيعطيني 10 Multiplication نستعمل هذا الـ Operator A multiplied by B سيعطيني 200 20 ضرب أو 10 ضرب 20 هذا سيعطيني 200 للقسمة سنستعمل هذا الـ Operator B divided by A الكمبيوتر سيعطيني 200 هذا الـ Operator يستعمل لإيجاد باقي القسمة باقي قسمة B و A سيعطيني 0 A divided by B will give 2 لكن باقي القسمة سيعطيني 0 Plus Plus هذا الـ Operator يستعمل لإضافة 1 للمتغير A++ الكمبيوتر سيعطيني 11 Minus minus يستعمل هذا الـ Operator لحذف 1 من المتغير A minus minus سيعطيني 9 ثم الـ Operator يساوي يستعمل لي وضع قيمة داخل المتغير مثلاً لو كان عندي متغير ثالث C يساوي A plus B الكمبيوتر سيعطيني 30 داخل C كيف يطبق الكمبيوتر العمليات الحسابية حسب الـ Order of Precedents كل العمليات الموجودة بين قوسين الكمبيوتر ينفذها هي الأولى ثم الكمبيوتر سينفذ عمليات الضرب والقسمة وباقي القسمة وفي الأخير الكمبيوتر يقوم بالجمع والطرح يقوم الكمبيوتر بتنفيذ أي عملية حسابية من اليسار إلى اليمين مثلاً هذه الـ Expression الكمبيوتر سيقوم في البداية بالضرب النتيجة ستكون هنا 21 10 divided by 4 إذن هذه النتيجة ستكون 2.5 ثم الكمبيوتر سيقوم بالحذف أو الجمع النتيجة الآن ستكون 23.5 لو أردنا أن نستعمل الأقواس يمكن أن نكتب هذه الـ Expression ترجمة نانسي قنقر